موسيقى السلام عليكم الفيديو اللي فات كان اول فيديو لنا في عملية الجمع وشفنا فيه ازاي بنجمع عددين على بعض بان احنا بناخد عدد منهم ونقعد نضيف عليه وحايد من العدد التاني لحد ما نستهلك العدد التاني كله والعدد اللي نوصله بيكون هو نتيجة او خاصل جمع العددين دول على بعض وكانت العملية دي سهلة وبسيطة ممكن نعملها على صوابع ايدينا او على خط العدد لحد ما وصلنا في مثال معين عايزين نجمع فيه عددين كبار جدا على بعض واكتشفنا هنا ان طريقة اضافة الوحايد دي من النحة نظرية ممكنة لكن من النحة العملية شبه مستحيلة لما بنكوب بنتعامل مع ارقام او اعداد ضغمة ومن هنا كان لازم ندور على طريقة اسكة شوية تخلينا نتعامل مع الارقام الكبيرة دي او الاعداد الكبيرة دي بشكل اسرع وهنا تيجي اهمية فهمنا للنظام العددي ككل يعني فهمنا لي يعني ايه نظام عشري ويعني ايه احد وعشرات ومئات والاف والحاجات اللي اتكلمنا عنها في الفيديوهات السابق في الفيديو دي ان شاء الله هنتكلم بقى عن الطريقة دي بالتفصيل هنشتغل برضو على امثلة الى حد ما صغيرة يعني احد وعشرات بس لحد ما نستوعب موضوع بشكل كويس وبعد كده ان شاء الله في الفيديو اللي جاي هنتدي بقى نعمل عملية الجامعة بشكل سريع بس على ارقام كبيرة الشاشة اللي قدامنا متأثرة ما تلات اقسام القسم الاولاني هنا في العمليات الحسابية اللي عايزين يعملها يعني هنا مثلا عمدنا اتناشر زائد تلاتة اربعتاشر زائد تمانية وهكذا احنا مش هنشتغل كل الامثلة دي احنا هنشتغل بس الخمس امثلة دول وهسيب لك انت تلاتة دول تشتغل فيهم ان شاء الله لوحدك الجزء اللي في النصف ده اللي هنشتغل فيه العمليات الحسابية نفسها يعني الرقم اللي فوق اللي هو مثلا زي اتناشر هنشتغل هنا او هنمثله هنا وبعد كده التلاتة هنمثلها في الجزء اللي هو البرتقاني او الاحمر ده والنتيجة ان شاء الله هنحطها في الجزء الاخير اللي تحت الجزء ده ما يهي مناش اوي كتير انا بس المربعات دي هستخدمها في تمثيل القيم العددية لكل رقم هنحطه طيب خلينا نشتغل اول مثال اتناشر زي التلاتة اللي اتناشر عبارة عن ايه عبارة عن واحد في خانة العشرات بيمثل عشرة واتنين في خانة الاحد بتمثل اتنين طيب خلينا نمسك الاتنين ادي الاتنين وادي العشرة ادي واحد بيمثل العشرة وادي اتنين في خانة الاحدة طيب التلاتة التلاتة ما فيهاش غير تلاتة في خانة الاحد ما عندهاش اي حاجة في خانة العشرات فديني نحط الثلاثة بالمنظر ده يطلع عمدنا الشكل كده طيب احنا لما كنا بنعدي في الفيديو اللي فات كنا بنضيف وحيد يعني مثلا كان عمدنا هنا عشرة ونقول 11 12 13 14 15 دي طريقة اللي كنا بنعدي فيها في الفيديو اللي فات وبالتالي احنا ممكن نقول يعني بدل ما كنا بنعدي دول وبعدين دول وبعدين دول انت ممكن تعدي دول ودول وبعدين دول يعني ممكن تاخد العشرات من الرقم تضيفهم على احد من الرقم أو الأحاد من الرقم تضيفهم على عشراتهم يعني مش هتفرق الترتيب في عملية الجامعة حكاية تجمع إيه الأول على إيه مش هتفرق كتير لكن طبعا بديهيا كده هيبقى أسهل نحن لو جمعنا الأحاد مع بعض والعشرات مع بعض يعني منطقيا كده المفروض نيها أنها تبقى أسهل طيب خلية نمسك الأحاد اللي من الرقم الأول أو من العدد الأول عندنا هنا اتنين هذه واحد اتنين هنحطهم في النتيجة تحت طيب وعندنا هنا ثلاثة هناخدهم وبرضو نحطهم هنا طيب فوق في العشرات كان عندنا عشرة واحدة هنحطها هنا وما كانش فيه هنا أي عشرات فهنسيبها زي ما هي طيب إيه المحصلة اللي عندي المحصلة أننا عندي واحد في خانة العشرات بيمثل عشرة وعندي خمسة في خانة الأحاد بتمثل خمسة يبقى نتيجة عملية جامعة إتناشر زي ثلاثة هي عبارة عن واحد في خانة العشرات وخمسة في خانة الأحاد والرقم ده أو العدد ده اسمه خمستاشر تمام المثال اللي بعده ده كان مثال سهل وبسيط ما اعتقدش إنه فيه مشكلة المثال اللي بعده أربعتاشر زي الثمانية طيب أربعتاشر بنمثلها إزاي عبارة عن أربعة في خانة الأحاد أهم وعبارة عن واحد في خانة العشرات بتمثل عشرة طيب والتمانية التمانية عبارة عن تمانية في خانة الأحاد وبرضو ما كانش فيها أي حاجة في خانة العشرات فهنصبها فضي ما فيش هنا حاجة في خانة العشرات طيب نفس الطريقة تعال ناخد الأربعة الأولين هنا نجمعهم أو يعني نضيفهم تحت ونجمع عليهم في خانة الأحاد التمانية التانية هنا هنضحس حاجة في حاجة غريبة حصلت هنا ودي حاجة مهمة جدا إن إحنا عدينا التسعة وإحنا اتفقنا قبل كده إن عشان ده نظام عشري ما فيش أي خانة ينفع تعدي التسعة يعني لا الأحاد تنفع تعدي التسعة ولا العشرات ولا المئات ولا الألاف ما فيش أي خانة ينفع نحط فيها رقم أكبر من التسعة وإحنا أصلا ما عندناش رقم أكبر من التسعة فدي مشكلة نعمل فيها إيه إحنا اتفقنا وإحنا بنعد لما كنا بنوصل عند التسعة كنا بنعمل إيه يعني بنحب نضيف رقم بعد التسعة كنا بنعمل إيه كنا بناخد المجموعة كلها على بعضها اللي هي بتاعة العشرة دي وبنطلع بيها الخانة اللي بعدها وهو ده اللي هنعمله هنا بالزبط إحنا هناخد العشرة دي كده ونطلع بيها زي ما هي كده على خانة العشرات تمام بس احنا مش هنسيبها متمسلة كده بالارضة. احنا بس هناخد الايه? العمود اللي بالطول ده. عشان احنا اتفقنا ان احنا هنشتغل بطول. بس وهنشيل ده. هما العشرة دي هي هي نفس العشرة دي. بس احنا بس عشان شغلين هنا في العشرات بالطول ف هنستخدم الشكل ده. لكن العشرة دي هي هي نفس العشرة. طيب. اتبقى عندي كم هنا? اتبقى عندي اتنين. حطوهم زي ما هم هنا. تمام. يبقى كده خلصت من عملية جمع الاحد ما بعضها. العشرات هناخد العشرة دي. اللي هي الواحد اللي هنا ده. ونحطه هنا. طيب. هل انا كان عندي حاجة هنا في العشرات? مفيش. العشرات كانت فضي. طيب. الفضل عندي كام? في عندي اتنين في العشرات. واتنين في الاحد. يبقى الرقم ده في اتنين في العشرات. واتنين في الاحد. يبقى الرقم ده اتنين وعشرين. طيب. المثال اللي بعده. ستة واربعين زائد اتنين وخمسين. نفس النظام عندنا فيه تعالى الاول نفضي ده. طيب عندنا ستة في الاحاد. ستة مصبوط. اه. ستة في الاحاد. وعندنا كامل مراتي في العشرات. عندنا اربعة. العشرات عندنا زادت شوية المراتي. فعندنا اربعة في العشرات. طيب والرقم اللي بعده اتنين وخمسين عبارة عن اتنين في الاحاد وخمسة في العشرات. ادي اتنين في الاحاد وخمسة في العشرات. نفس النظام هناخد الستة. نحطها تحت. وعندنا اتنين. هنحطهم برضو هنا تحت. في النتيجة. طيب. عدينا التسعة? لا. يبقى تمام. نطلع بقى نشوف ايه? موضوع العشرات. عندنا هنا اربعة في العشرات. وعندنا خمسة في العشرات التانية. طيب. ايه النتيجة هنا؟ هل عدنا الاول التسعة? لا ما عدنا ايش. احنا وقفين عند التسعة. والتسعة رقم ما فيهش مشكلة. هنا دي كانت عملية سهلة ما فيهش مشكلة. هنا فضل عندنا تسعة في العشرات وتمانية في الاحاد. بس. يبقى ايجي هنا تسعة وتمانية. اعتقد الباترن ابتدى يبقى واضح. يعني اتمنى تكون الفكرة واضحة. هنكمل برضو المثالين الموجودين اللي احنا اتفقنا هنخلصهم في الفيديو ده. خمسة عشرين واربعين. الخمسة عشرين عبارة عن خمسة في الاحاد. واتنين في العشرات. والاربعين عبارة عن مفيش حاجة في الاحاد. صفر في الاحاد. فهنسيبه فاضي. واربعة في العشرات يعني اربعين. فهناخد الاربعة بتاعت العشرات. ونحطها في الرقم التاني او في العدد التاني. نفس نظام ونعمل عملية الجامعة. يبقى هنا عندنا خمسة. نحط خمسة هنا. ومفيش حاجة هنجمع عليها في خانة الاحاد فهنسيبها زي ما هي. هنا عندنا اتنين في العدد الاول بيمثلوا عشرين. وعندنا اربعة بيمثلوا اربعين في العدد التاني. يتفضل عندنا كان في العشرات ستة يعني ستين وخمسة في الاحاد. يعني هنا هنيجي نكتب ستة وهنا خمسة. يبقى الرقم ده نتكتب آآ آآ خمسة وستين. طلع بالسود مهم. المفروض يطلع بالأحمر. ما علينا. آآآ طيب آخر عملية حسابية عندنا في الفيديو ده ان شاء الله هي التمانية والخمسة. اعتقد ما فيهاش مشكلة سهلة او دي. ممكن خلاص عبطول. التمانية عبارة عن آآ تمانية في الاحاد وما فيهاش حاجة في العشرات. العشرات فاضية في الرقمين. وعندنا هنا خمسة في الاحاد. ونفس النظام نيجي نجمع. هنلاقي هنا عندنا تمانية في الاحاد نحطها. وفيه عندنا خمسة في الرقم التاني اللي هو ده. هلاقي ان احنا عندنا مشكلة اللي هي بتاعت ان الارقام او العدد عدة التسعة. وقلنا ان ما يفعش يعدي التسعة. بنعمل ايه? بناخد العشرة. نطلع بيها عند خمسة العشرات. طيب هنرجع للموضوع ده بعد شوي. التلاتة دي هي اللي فضلت فهناخدها نسابها زي ما هي. طيب. هنا بس العشرة اللي احنا حطناها هنا زي ما انتفقنا احنا نفس عشان بنحب نمثلهم بالطول. فهنحطها بالشكل ده. اه نشيل العشرة دي. العشرة دي هي جاية من هنا. جاية من نتيجة عملية جمع الاحاد اللي هنا على الاحادة هنا. فالرقم زادة عن التسعة. فخدنا منهم عشرة. حطناها في خانة العشرات. وفيه التلاتة فضلت. فسبناها في خانة الاحاد. هنا لا في عشرات ولا هنا في عشرات. فتبقى العملية خلصت. هنا ببقى عندي واحد. وهنا ببقى عندي كام? ثلاثة. وبالتالي فهنا يبقى واحد. وهنا هيبقى ثلاثة. الواحد هنا في خانة العشرات. رغم ان ما كانش في عشرات هنا خالص. لكن الاحاد اللي هنا علشان نتيجة جمعهم كانت عدة التسعة. فكان لازم ناخد منهم عشرة. نحطها في خانة العشرات. واللي يفضل نسيبه في خانة الاحاد. اعتقد الفكرة واضحة. احنا يعني هنوقف الفيديو هنا. الفيديو اللي جاي بقى ان شاء الله هنبتدي آآ نعمل عمليات حسابي زي كده. هناخد نفس الارقام دي بس نعملها بشكل تاني ونوضحها بشكل حسابي. يعني مش هنمثلها بقى بالمنظر ده. هنبتدي ناخد الارقام دي ونشوفها بشكل حسابي بتتعمل ازاي ان شاء الله. ونبتدي بقى ناخد ارقام اكبر فيها مئات والاف ومئات الالاف. القعدة هي هي. يعني احنا انت كده تعلمت كل حاجة انت محتاجها علشان تعمل اي عملية جامعة على اي رقم سواء كان كبير او رقم صغير. ولو عايز يعني اتمرر نفسك شوية اتمنى لو يعني تاخد الثلاث امثلة دول او اي امثلة انت عايزها سهلة او صعبة. احاول تشتغل عليها لغاية ما ان شاء الله نتكلم عن الموضوع تاني بالتفصيل في الفيديو اللي داني. سلام عليكم.